لا يحفظ أحد العمل الصالح أعظم من الله يوفيك الله إياها يوم تلقاه جاء في الصحيح من حديث أبي بن كعب وهذا عندي من أعظم الأحاديث قدر وأثر قال أبي كان رجل من الأنصار لا تخطئه صلاة وكان أبعد الناس دارا عن المسجد يعني مع أنه أبعد الناس دارا إلا أنه لا تخطئه صلاة لا يغيب فقيل له لو اتخذت حمارا تركبه للظلماء وللرمضاء يعني في النهار يكفيك الشمس وفي الليل يكفيك الظلمة وخشاخش الأرض قال والله ما يصرني أن يكون بيتي قريبا من المسجد وإني لأحتسب عند الله ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه قد حقق الله له رجاءه كله أعطاه الله جل وعلا رجاءه كله هذا الحديث إذا ضممته إلى قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وسأضرب لكم مثلا من أنفسكم قدوتم إلى المسجد باختيارك وأتيتم إلى المسجد مرضتم على أماكن وبين بيتك أو بين موقف سيارتك إلى المسجد خطوت خطوات وشيت لو عدت الآن تبحث عن خطواتك وآثارك لم تجدها إما للريح إما وطئها غيرك إما زالت إما تغيرت فالريح تمحو آثار خطى بني آدم لكنها لا تستطيع أن تمحو ما كتبه الملك لك عند الله هذا معنى قول الله إننا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فإن دعتك نفسك إلى الكسل وأنت تسمع المؤذن فأخبرها بيقين أن الملك الذي على اليمين يكتب أثار هذه الخطوات إذا أردت بذهابك إلى المسجد إرضاء رب البريات جل شلاله وأنت غادم إلى مسجدك مسجد حيك مع صلاة الفجر استصحب أن الملك يكتب هذه الخطوات فيحفظها الله جل وعلا لك يوم تلقاه ولهذا قال الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والشاهد منه أن الله جل وعلا يحفظ لعباده أعمالهم ويوفيهم إياها يوم القيامة